متى سيختفي كورونا؟ عالم يزف خبرا صارا الصحة العالمية تحذر كورونا سيحسد ألاف الأوروبيين كوفيد 22 ماذا نعرف عنه؟ المزيد في العربية الصحافة أهلا بكم بعد أكثر من عام ونصف معايشة الجائحة يبقى السؤال الأبرز في أذهان الكثيرين متى سيختفي هذا الوباء؟ وفي خبر يبعث الأمل توقع عالم الأوبئة الألماني كلاوس ستور أن ينتهي فيروس كورونا في بلاده في أعقاب الشتاء المقبل كما أوضح أنه اعتبارا من الربيع سنشهد بدوءا منحوظا للغاية وستنتهي الجائحة عندئذ وسيسود وضع طبيعي تماما في الصيف مرة أخرى معتبرا أن الأعداد المرتفعة لإصابات كورونا هي حتى الآن تطور متوقع ولا تدعو للانزعاج أعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من اليودي فيروس كورونا بحيات أكثر من 200 ألف شخص آخر في أوروبا بحلول الأول من ديسمبر المقبل وأعلم مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 11% لمنطقة الأسبوع الماضي واعتبر زيادة معدلات العدوى بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا على مدى الأصلوعين المنصرين إضافة إلى انخفاض معدلات التطعيم في بعض الدول أمرا مقلقا للغاية أثارت التقارير الجديدة المتعلقة بمتغير جديد الناشئ يمكن أن يظهر في عام 2022 قلقا عالميا وبحسب ما نشره موقع بولت سكاي المعني بشؤون الصحية يعرف المتغير المحتمل باسم كوفيد-22 ويقال أنه يمكن أن يكون أكثر فتكاً غير دلتا ولكن كوفيد-22 ليس مرضاً حقيقياً وأنما هو احتمال مستقبلي فقط يتوقعه الخبراء في مجال المناعة كما أن منظمة الصحة العالمية لم تقر رسمياً المصطلح أو التوقعات لمتغير محتمل من المهم تعزز الجهاز المناعي قدر الإمكان خاصة في زمن الفيروس كورونا ومع اقتلاب فصائل خليف والشتاء وفي هذا السياق نعرض أسوأ عادات يمكن أن تضعف المناعة وفق خبراء التغفية الكثير من السكر فوجود كثير من السكر في النظام الغذائي يمكن أن يضعف المناعة بمرور الوقت الكثير من الملح يعتقد أن الملح يثبت بعض الاستجابات الطبيعية للأجسام إذا استهلك بكميات زائدة كميات غير كافية من الفاكهة والخضار نقص فيتامين D